موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معكم مؤمن سراج الدين من قناة دار الإيمان وبرنامج شؤون ثورية بعد اعتراف أمريكي بقصف طائرات للتحالف الدولي مواقع للنظام في دير الزر وبعد استداف طائرات لموسكو قافلة مساعدة في ريف حلب تشتد حدة التصريحات بين الكريملين والبيت الأبيض واستهدنة يراها البعض أنها لم تلد أصلا من اتفاق أمريكي روسي إلى خلاف بينهما تتحول عنوين الأخبار وفي عمق هذا الخلاف يوجد الملف السوري ويبرز سؤال هنا حول مدى عكاس هذه الكلافات على الساحة السورية في ظل عمليات التهجير والتغيير الديمغرافية التي تشهدها مناطق في ريفي دمشق وحمص علاوة عن استمرار قصف النظام لمهبا ودفا وكأن الهدنة التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة في الثاني عشر من الشهر الحالي كانت لتمثيل مشهد القطبين المتضادين إخراج لم تكتمل أركانه في أحسن الأحوال الطرفان توصل إلى هدنة تسبق عيد الأطحى المبارك وتستمر لاثنتين وسبعين ساعة وفي حال نجحت تكون مقدمة لبدء العملية السياسية في مجلس الأمن أعلن أن الاجتماع المقرر بين الطرفين ومعهم أعضاء المجلس الخامس عشر ألغية تؤكد روسيا أن الهدف من الاجتماع والإفصاح عما تم التوصل إليه من بنود سرية غير معلنة للهدنة وأمريكا لا تريد التعاون لتأتي الأخيرة وتبرر رفضها ذلك وتقول بأن إعلان بنود الهدنة خطر على المدنيين وفصائل المعارضة السورية خاصة أنها تملك إحداثيات وجود هذه الفصائل وهذا ما تسعى إليه روسيا وبذلك فإن ورقة الضغط التي بيد أمريكا حتى لو كانت ناعمة ليس من السهل أن تضعها على الطاولة الروسية لم تطل فترة العسل لتبدأ واشنطن بكتابة المشهد الأول من مسلسل الهدنة وتستهدف مواقع قوات النظام في دير الزور لتقتل 62 جنديا وتصيب مئة آخرين وهنا صعدت روسيا من لهجتها وطلبت من الولايات المتحدة تفسير ما حدث كما طلبت من مجلس الأمن إصدار بيان مندد بالحادث الحادث الذي نددت به عدة دول وطالبت بمحاسبة المسؤول عنه متناسين آلاف الضحايا منذ خمس سنوات متناسين نهر الدماء الذي انتشرت فروعه في المحافظات السورية النظام من جانبه أعلن انتهاء الهدنة وبدأ بشن غارات جوية لا رحمة فيها ولا هوادة بالنبالم وغيرها من الأسلحة المتوفرة الرد الروسي جاء قاسيا أيضا حيث قصف بالتعاون مع النظام قافلة المساعدات الإغاثية المتجهة إلى حلب وقتل منها ثلاثة عشر شخصا حقائق كشفها الاتفاق الأمريكي الروسي حول الوضع في سوريا الحقيقة الأولى أن روسيا هي التي تلهث وراء اتفاق مع أمريكا في سوريا الثانية أن الولايات المتحدة تفرد صيغة لا غالب ولا مغلوب وثم تفارق هائل في القدرة والقوة بين الطرفين ذن أمريكا لا تخسر خاصة وأنها غير متورطة في الصراع العسكري وثالثا أن حلب خط أحمر بنسبة لها ولا يسمح بإنهاء المعارضة فيها رغم أنها لا تفعل شيئا في حين تكسب روسيا أرضا غرست بها قواعدها ومنها تشكل نقطة انطلاق لشني أي هجمات تلوح في الأفق وتكون القطبة الأقوى في منطقة الشرق الأوسط مسلسل الهدنة يبدو أن حلقاته توحي بتمثيلية تخفي ما تخفيه بين ثناياها تساؤلات كثيرة مشاهدين الكرام أناقشها مع ضيفي البرنامج عضو الاتلاف الوطني السوري المعارض الدكتور نصر الحريري مرحبا بك أيضا أرحب بالمحلل السياسي والعسكري العميد الركن أحمد رحال مرحبا بك يعني لو بدأنا معك سيادة العميد من خلال قراءة سريعة لآخر المجريات والتطورات ما بين الروس والأمريكيين في أي إطار يمكن أن تصنف احتداد شدة الخلاف في الفترة الأخيرة يعني هناك توافق على الأهداف النهائية لكن هناك اختلاف في طريقة الوصول لتلك الأهداف واضح أن الإدارة الأمريكية غيرت وانعطفت كثيرا في اتجاهها كانت تنظر الأسد على أنه الأساس المشكل وعليه أن يرحل واضح أن الإدارة الأمريكية الآن تقول أن الأسد يجب أن يبقى لكن ظروف بقائه وما يحدد مع الجانب الروسي روسيا تريد بقاء النظام كاملا كل المعطيات التي تتحدث على الأرض الآن تقول من أن هناك عملية إبقاء للنظام الأسد وهناك عملية استرضاء لإيران عملية تطبيق الأجندة الإيرانية لكن الخلافات على التفاصيل الآن عندما يرفع الصوت عاليا جون كيري ويطالب الحظر لطيران الأسد فوق سوريا أعتقد أنه أحد مطلبين السورة السورية ومنذ أربع سنوات ونصف منذ إنشاء المجلس الوطني ومن ثم الإتلاف الوطني كان هناك مطلبين وهما إقامة المناطق الآمنة وفرض حضار أو حظر جوي على طيران الأسد لكن هذا الأمر يطبق عندما كنا نناقش الأمريكان بهذا الأمر كانوا يقولون يحتاج الأمر إلى موافقة أممية إلى قرار مجلس الأمن لكن في حادث الحسكي كان الأمر واضحا من أنه استطاع البيت الأبيض وبتصريح واحد أنه على طيران الأسد والروسيا لابتعاد عن الحسكي وجدنا أن هناك حظرا جويا طبق على مدينة الحسكي تقصد بأن عندما تتضرر المصالح الأمريكية ضربت مثال الحسكي وهم الميليشيات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة واضح أن الشعب السوري ليس حريفا لأمريكا وبالتالي هناك توافق في الرؤية الروسية الأمريكية والواضح أن الرؤية الروسية أصبحت معتمدة من قبل أمريكا ولكن يبدو أن هناك تضارب في المصالح الأمريكية الروسية وليس الشعب السوري الشعب السوري بقي وحيدا قد يكون هناك صوتا أوروبيا الآن يعلو والدكتور نصر على اطلاع لهذا الموضوع قد يكون هناك الصوت العربي أصدقاء الشعب السوري ما زالوا إلى جانب الشعب السوري لكن أنا أعتقد أن المجتمع الدولي بمجلس الأمن بالأمم المتحدة بالدول العظمى وأقصد روسيا وليس المتحدة الأمريكية جميعهم قد تخلوا عن الشعب السوري نعم يعني في هذه النقطة دكتور نصر أود السؤال لاحظنا أن ما نتج حاليا عن خلافات هو عدم التوصل إلى هدنة جديدة يعني نتج عنها عدم التوصل إلى هدنة جديدة بين الطرفين ولكن أنتم كمعارضة لا تجدون حاليا ربما فرصة لكم أو بصيص أمل في التقارب أكثر مع الولايات المتحدة التي باتت في الفترة الأخيرة حيدت المعارضة وحيدت الشعب السوري يعني وضعتهم جانبا لتنفيذ جندتها بالتعاون والتقارب مع الروس يعني أنا باعتقادي أنه الولايات المتحدة الأمريكية همشت أطراف متعددة همشت الأطراف المحلية السورية سواء كانت ممثلين ثورة سياسيا وعسكريا أو ممثلين نظام وهمشت كذلك الأطراف الإقليمية ونلاحظ أن أحد منها لم يشارك أبدا في صياغة أو حتى على الاطلاع على تفاصيل الاتفاق الذي تم وكذلك تم تحييد الاتحاد الأوروبي وهذا جعله في الفترة الأخيرة يغضب بتمني مؤتمر لندن والسعي إلى حلول جانبية يسعى إليه الاتحاد الأوروبي لأنه يتضرر من الملف السوري وهو على امتعاض واستياء من استفراد الروس والأمريكان بهذا الاتفاق الآن أنا باعتقادي أنه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الملف السوري لم تتغير خلال ست سنوات هو ملف إدارة أزمة وليس السعي إلى حل الأزمة وما يقوم به أوباما تحديدا هو سياسة المشاغلة السياسية لا يستطيع أن يترك هذا الملف الساخن جدا اللي هو أسوأ ملف على الأقل بالفترة الحالية لا يستطيع أن يتركه بدون مبادرات سياسية بدون جهد سياسي بدون جهد دبلوماسي ولكن لا توجد الإرادة السياسية الحقيقية حتى لو كانت هذه المبادرات على حساب الإدارة الأمريكية ومكانة أمريكا في العالم يعني بعض البعض هناك خلاف ما بين البيت الأبيض والاستخبارات الأمريكية والخلاف يبرز عندما هناك نقاط عدة أضعفت مكانة الولايات المتحدة فيه يبقى الموضوع بيد الإدارة الأمريكية واستطلاعات الرأي اليوم تقول أنه هيلاري كلينتون متفوق على ترامب بستة بالمية وهذه سابقة ما صارت يعني حتى الآن بانتخاباتهم هذا دليل أنه الشعب الأمريكي راضي عن أداء الحزب الديمقراطي وهذا موضوع الاستياءات ربما بس يعني أمامنا يجد له صدى أما في الداخل الأمريكي هم يطلعون على أمور داخلية تتعلق بهم صحيح أوباما يريد أن يغلق جزئيا هذا الملف قبل الانتخابات فهو يريد إرساء هدنة بأي شكل من الأشكال هدنة مبتورة هدنة مقطوعة هدنة لا توصل إلى الحل السياسي هدنة لا تؤدي إلى رفع الحصار على المناطق المحاصرة هدنة لا تؤدي إلى لجم التدخل الإيراني والروسي في سوريا إنما يريد أن يأتي شهر نوفمبر شهر تشرين الثاري شهر الانتخابات ويكون الرئيس الأمريكي قد حقق إنجازا ما أقله أن يهدئ أو يخفف من حدة العنف في سوريا الآن لو لاحظنا الاتفاق الاتفاق ليس بوقف الأعمال العدائية والاتفاق ليس بإدخال المساعدات الإنسانية الاتفاق الذي كان منتظرا من الأمريكان هو اتفاق على حل كل الملف السوري وكما قال كيري إذا نجح سيشكل نقطة فارقة بالملف السوري لاحظنا بعد الاتفاق أن هناك مفاوضات ما بين الأمم المتحدة والنظام لإدخال المساعدات الإنسانية لم تدخل هناك مفاوضات من أجل وقف الأعمال العدائية التي لم تتحقق سنأتي عند هذه النقطة دكتور نصر أود الانتقال في ذات السياق واشنطن تحدثت عن تضارب في المصالح يقول عبدالوها بدرخان فيما قال له على الحياة اللندونية بأن واشنطن خشيت ابتزاز روسيا بشأن كشف بنود الاتفاق الروسي والأمريكي الذي من شأنه سيكون بمثابة ضبطها متلبسة بتنازلات مكتوبة وموقعة من قبل الولايات المتحدة ما رأيك بهذه الرؤية؟ يعني أنا أعتقد دعني نوصف الحالة الأمريكية من أنها خلال خمس سنوات السورة السورية هي كانت تقوم بعملية إدارة أزمة وليس البحث عن حل الأزمة هذه النقطة النقطة الثانية أنا أعتقد أن اليوم ما قاله جون مكين يلخص كل تلك الاتهامات ويلخص اتفاق كيري لافروف جون مكين اليوم وعادها للمرة الثانية اليوم منذ قليل منذ حوالي الساعة قال إدارة أوباما ما باعت سوريا إلى إيران وانتهى الموضوع إذن هذا الواضع هذا هو ما يجون مكين أعتقد أنه مطلع على الاتفاق لكن دعنا نطيع أمام الهدن التي أنتجتها إدارة أوباما هي هدنة هشة بالرعاة هي هدنة هشة بالبنود وهي هدنة هشة بالتطبيق دليل من أن الهدن لم يكن لرأي يراد لها أن تنجح وجدنا التراشق الإعلامي ما بين موسكو وواشنطن حتى قبل أن تبدأ الهدن ومن ثم الخلاف الداخلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الدفاع والسيايين الأمريكية رفضت ثم دخل قائد القوى الجوية على الخط ورفض هذا الأمر وكانت النتيجة تلك الضربة التي نفزت في دير الزور هي كانت رسالة من وزارة الدفاع الأمريكية إلى إدارة أوباما لن نتعامل مع الروس وكانت واضحة النقطة الثانية الهشة بالبنود يعني أنا لا أفهم كيف يمكن للشعب السوري أن يطبق بنود اتفاق يفرض عليه يعتبر جبهة النصر إرهاب وهي تشكل 98% من قوامها من الشعب السوري بينما يعتبر أكثر من 60 فصيل يعني خارجي من شيعة إيران من حزب الله من الباكستيني من الأفغان من العراق يعتبرهم حمائم سلام داخل سوريا يعني في هذا السياق يقول لك يعني أحد الكتاب في موقع علماني يساري يقول بأن سخناعة يقول الخصم الإرهابي الإسلامي جعلت النظام كأنه يبدو ويقاتل إرهابيين تماما وبالتالي استردى الغرب لكن الغرب ما لا حيقول أنه أنا رضيان عن النظام هذا الكلام مردود على النظام أولا علينا أن نعلم جميعا أن معظم الإرهاب الموجود في سوريا هو أنتاج النظام دعونا نعود إلى أبو القعقاع في حلب وما كانوا يرسلوا إلى العراق دعونا نعود إلى الذي أرسل إلى جنوب لبنان عفوا في شمال لبنان في العبسي عندما أرسل إلى مخيم الفلسطينيين دعونا نعلم أن المالكي هو من اتهم بشار الأسد بمعظم التفجيرات وبالسلساء الأسود في بغداد هذه النقطة النقطة الثانية مع بداية السورة السورية معظم القادة الذين يتهموا من أنهم قادة فصائل الإرهاب كانوا في سجن سدنايا وأنفرج عنهم نظام الأسد هذه أمر الأمر الآخر عندما تقوم بإدخال الفصائل الشيعية العراقية وحركة النجباء وفيلق بدر وفيلق بدر وفيلق القدس والحرس السوري الإيراني هذا يشكل دافع للطرف الآخر لكي يشكل مقابل له وبالتالي عملية الضغط بين هلالين على السنة في سوريا أوجدت تلك الفصائب أوجدت لها الأرضية للوجود يعني الآن خطاب داعش وهي فصيل إرهابي جميعنا نعلمه خطاب داعش يقول أنا جئت للدفاع عن السن أمام الشيعة التي تقتلهم وبالتالي نظام الأسد هو من أوجد الإرهاب وهو من يرعى الإرهاب وفتح موضوع العسكرة دعني أقول هو من أعطاه مطار الطبقة هو من أعطاه الفرقة السلطاش والمالكي من أعطاه أربع فرق عراقية في الموصل وفي غرب العراق إذن الإرهاب الموجود في المنطقة هو إنتاج إيراني أسدي وبتمويل إيراني أسدي نعم لنعود إلى النقطة التي تحدثت عنها يعني خلال الهدنة دكتور نصر دعت الأمم المتحدة النظام إلى أعطائها أو تسهيل أعطائها التصريح اللازمة لدخول المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات وأنتم في بيان لكم على الاتلاف الوطني السوري على الموقع الاتلاف أدنتم هذه الدعوة لأنه أساسا ضمن بنود الاتفاق لا يعتبر النظام طرفا في أي شيء هل تعتقد بأن هذا يعتبر خرق وخرق واضح للهدنة ولكن ألا يمكن الاستفادة من هذه النقاط ربما في المحافل الدولية أو نشعر أحيانا بأنه ليست خطوات فعالة بالفعل فقط بيانات أولا من فوائد الثورة السورية أنها كانت الكاشف داخليا والكاشف خارجيا حتى لا نزيد الأمال بالمنظومة الدولية المنظومة الدولية هي ضحك على الشعوب المنظومة الدولية هي مجموعة عصابة تتزعمها دول دائمة العضوية تمتلك حق الفيتو اللاعبين الرئيسيين الآن هم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أي قضية مهما كانت مخالفاتها للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان والقانون الدولي إذا لم تتفق هذه القوى على مثل أي إجراء لن يرى النور وبالتالي لن يطبق وبالتالي ستقف الأمم المتحدة عاجزة اليوم هناك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل بريطانيا وفرنسا تتبنى مطالب الشعب السوري تصريحات تواضحة عن مرحلة انتقالية بدون بشار الأسد ولديها الرغبة بأن تكون هناك تدخل فاعل أكثر في الملف السوري وتشعر بالعيب والخجل والعار من العجز الذي وصل إليه المجتمع الدولي ولكن هي عاجزة لن تستطيع أن تفعل شيء طالما العمد الكبير اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يضع فيته على دخول المساعدات الإنسانية على المنطقة الآمنة على تزويد الثوار بالأسلحة اللازمة لقلب الموازين على الأرض حتى للحل السياسي الإرادة الأمريكية عندما كانت موجودة لجمت النظام وبوتين وخامنئي في أقل من 24 ساعة في مطار الحسكة في الحسكة عندما قالت أي طائرة تدخل أجواء مدينة الحسكة تسقط الإرادة الأمريكية شكلت تحالف دولي من 60 دولة بدون قرار من مجلس الأمن ولم يستشر فيه بوتين لا الكونغرس ولا مجلس النواب الآن ما الذي يقف بينكم وبين الولايات المتحدة في سبيل الحصول على دعم أخي أمريكا تحصل فوائد ومصالح كبرى في استمرار القتال والاقتتال في سوريا في التالي حتى هذه اللحظة إدارة أوباما لا تريد حلا ويجب نحن كسياسيين وكعسكريين وكمحللين وكل شيء يجب أن لا ننجر وراء اللعبة الأمريكية أوباما تفصل اليوم على الانتخابات أقل من شهرين فبالتالي الذي لم يرد خلال ثمس سنوات أن يحل الملف السوري لا تقتنع الآن أنه كثير حريص على أن يصل الاتفاق مع الروس هو فقط يشاغلنا مشاغلة وهذه الهدنة مثل كل الهدن السابقة ما الذي اختلف بالهدنة الحالية؟ الإدارة الأمريكية جربت مع الروس وقبلها مع النظام عدة مبادرات سياسية وكان النظام يوافق ويخرق يفترض بالاتفاق الجديد أن يكون واضع أدوات ضبط حقيقية وسائل مراقبة رادعة إذا ما التزم النظام أو المعارضة بدون يكون في إجراءات صالمة وحقيقية هذا كله لم يتحقق اليوم ما وقعنا؟ هدنة لم يلتزم عليها النظام وبعدين نرجع نعمل هدنة ثانية وما التزم فيها النظام كمان نرجع نعمل هدنة ثانية تمام ليش؟ لأنه أوباما لا يملك الخيار آخر لما أخذ السلاح الكيماوي كان في عنده خيارات يا بتسلم السلاح الكيماوي يا في ضربة ومع ذلك بقي السلاح الكيماوي تمام بالحسكة يا بدك تأتي أو في إجراء إلا عندنا الأمر لما يتعلق بالقضية السورية لا يستطيع أوباما أدخال مساعدات إلى داري النظام لم يرضى لم يستجب للضغط في حين أنه يرمي المساعدات للبيادية بالإنزال المظلي هناك تتأتى الوسائل للأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأمريكية لكن عندما يكون الأمر متعلق بالشعب السوري تعجز أمريكا ظاهريا ونحن نفهم اللعبة وتعجز الأمم المتحدة لا بل تتحول في كثير من الأحيان لشريك بالنظام في إطباق الحصار شريك النظام في تيسير الخروج والتشجيع على التهجير الخصني والتغيير الديمغراف موظفية الأمم المتحدة في سوريا خول المطار وما إلى هناك من هذا الكلام سيادة العميد لو أردنا تفنيد هذه الخلافات على الأرض والفصائل العسكرية بالتحديد أين نجد نقطة الخلاف ما بين الولايات المتحدة وروسيا بالضبط يعني الولايات المتحدة الأمريكية قالت من أنها تتبنى قرار مجلس الأمن من اعتبار جبت فتح الشام هي على قائمة الإرهاب داعش على قائمة الإرهاب وأضيفت لها بعض الفصائل الصغيرة التي تتبنى فكر جبت النصرة الإدارة الروسية وعلى لسان بوتين على لسان لافروف لو أتينا بالتصريحات منذ الاحتلال الروسي لأراضي السورية بوتين قال بصريح العبارة لن نقبل بحكم سنيا في سوريا ثم قال كل من يقاتل نظام الأسد هو إرهابي ثم قال كل من لا يوافق على الشروط الروسية هو إرهابي الآن وبعد الصدور قرارت مجلسهم بعد عدة محاولات يريد بوتين ويريد لافروف أن يضع أحرار الشام وجيش الإسلام على قائمة الإرهاب والفصائل تدرك من أنها سوف تعيد مأساة أكلت يوم أكلت الثور الأبيض إذا ما تركت الآن جابت فتح الشام فسوف يكون بعد أحرار الشام ثم جيش الإسلام ثم أنصار الشام ثم الجيش الحر وبالتالي نعدنا إلى فكرة أن كل من يقاتل نظام الأسد كل من يشكل خطر عن نظام الأسد هو إرهاب الإدارة الأمريكية حتى لا تستطيع أن تجاري إدارة روسيا في هذا الأمر هناك جرائم وقعت بحق البشرية هناك جرائم سوف يحاسب عليها روسيا وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية محرجة في التعاون العسكري مع روسيا ليس من أجل الشعب السوري بل لأن الجيش الأمريكي سوف يقاد إلى محاكم في المستقبل يعني دعني أعود إلى نقطة واحدة فقط عندما تحدث الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يوجد ضغط ولا نستطيع أجبار النظام بإدخالها لغاسي هناك القرار 2165 صدر عن مجلس الأمن يجرد نظام الأسد من حق الوصاة والتدخل واعتراض أي قافي لأممية تدخل إلى مراتق المحاصرة ربما تم اتخاذه تحت البند السادس يعني الذي لا يخوّل الأمم يستطيع الأمم المتحدة من العودة إلى مجلس الأمن وأنه خالف هناك القرار 2254 البند 12-13-14 فك الحصار إطلاق سرع المتقرين وإدخال إذن يستطيع ديمستوريا بدل أن يعود إلى مجلس الأمن نراه يتوافق مع النظام بإخلاء دارية وإخلاء حي الوعار وإخلاء المعظمية كي نوضح المشاهدين عندما يتم اتخاذ قرار تحت الفصل السادس هذا معناه أنه لا يحق لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة التدخل لإجبار النظام على تطبيق القرارات أما تحت الفصل السابع فتستطيع الولايات المتحدة أفواً الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل دعونا نستقبل عبر الهاتف مشاهدين الكرام من فيينا الكاتب والباحث الأستاذ أحمد الرمح أستاذ أحمد أرحب بك بداية برأيك كيف يمكن أن يؤثر الخلاف الروسي الأمريكي على سير الملف السوري حاليا بداية شكرا لكم ولضيفيك الكريمين لما أسمع اللقاء من بدايته ولكن كيف يؤثر الخلاف الحقيقة الخلاف على إدارة الأزمة وليس على حد الأزمة لا زالت الأطراف حتى هذه اللحظة تقوم بدور إدارة الأزمة السورية لا حلها بل أصبح هناك مصطلحات سقطت بالتقادم حتى موضوع الحل السياسي الذي كان مرفوضا من قبل كثير من الأطراف اليوم الروسية تحدثون عن تسوية سياسية والحقيقة هي تسوية سياسية أما الحل السياسي فهو موضوع تجميل تتناقله الميديا العربية والميديا العالمية يعني هل يؤقل بأن روسيا لم تصل إلى الآن تسوية سياسية ربما تحفظ مصالحها يا سيد الكريم بالبداية دعنا نذهب إلى موضوع الهدنة الذي هو شغل الشاغل وسبب الخلاف كثير مننا يظن أن الهدنة هي على كافة الأراضي السورية ما سرب من الاتفاق ذي الأوراق الستة حتى هذه اللحظة يقول أن الهدنة لا تشمل الأراضي السورية الهدنة المتفق عليها إنما هي تتألف من ست أوراق خمس أوراق تتعلق في هدنة بحلب والقضية المعابر وطريق الكاستلو والورقة السادسة هو اتفاق على إنهاء فتح الشام النصرة سابقا كل ما يقال سوى ذلك في الحقيقة يقول هذا ربما من لا يملك المعلومات ولكن الهدنة هي متعلقة بحلب تحديدا الآن هذه الهدنة تحرج النظام وتجعله يذهب سريعا إلى طاولة التفاوض وعند جلوس على طاولة التفاوض سيبدأ يتساقط ويتهاوى النظام لذلك هو يعمل على هذه الاختراقات للهدنة من أجل أن يؤخر عملية التفاوض الذي قيل بأنها ستبدأ في الشهر القادم حتى هذه اللحظة الروس يريدون إدخال قضايا كثيرة ضمن هذه الهدنة في حين أن الأمريكان يصرون على مسألة مهمة جدا تتمثل بوقف طيران المظام وترك ذلك إلى التحالف الذي أصبحت روسيا جزءا منه الحقيقة حتى هذه اللحظة الجميع يدير الأزمة ويجهز أوراقا جديدة للإدارة القادمة التي يرشح أن تكون كلينتون على رأسها لا يوجد الآن حل في الأفق رغم كل ما يجري ولكن أيضا علينا أن ننتبه إلى الجغرافية الآن وما يحدث فيها الحقيقة أصبحت سوريا اليوم مقسمة جغرافيا هناك المنطقة الجنوبية تسيطر على قرارها الأردن هناك منطقة الساحل والعاصمة يسيطر عليها النظام هناك أجمال الشرقي نعم أستاذ أحمد ربما هذا ما يفسر سياسة التغيير والتهجير الديمغرافية التي تتبعها النظام في الفترة الأخيرة دكتور نصر أتحول إليك ما رأيك بهذا الكلام أولا ثانيا هل تؤيد بأن النظام يجهز نفسه لكل الاحتمالات في ظل انشغال المعارضة وانشغال الروس والأمريكيون في هدنة وما إلى هناك من خلافات وتصريحات وتنديدات هل تعتقد بأن النظام يجهز حاله لكل الاحتمالات عبر عمليات التغيير والتغيير الديمغرافية أتفق مع الأستاذ أحمد نحن حكينا أن إدارة هذا ليس حل ثانيا النظام أنا باعتقادي لم يعد موجودا على مستوى الميدان ولا مستوى التخطيط ولا على مستوى الإدارة ولا على مستوى الاستراتيجية هناك مركز في حميميم يدير الهدن والمصالحات المدنية المصالحات المحلية يدير كذلك العمليات العسكرية وحتى يدير سياسيا تصور أن وفد حميميم الذي كان يشارك بجنيف يذهب إلى مركز حميميم أولا ومن مركز حميميم إلى موسكو ومن موسكو إلى جنيف فالنظام أقل من أن يخطط من يخطط الآن هم الروس ومن يملك القرار هم الروس طبعا بالتعاون مع القوات الإيرانية البرية الموجودة على الأرض لا شك أنه اليوم صار في مناطق النفوذ مقسمة بحكم الواقع هذه المناطق يعني هي توزيع مناطق النفوذ قد يكون ترتيب للبدء بحل في وقت ما بحيث تضمن كل دولة أو كل جهة المناطق التي تحت نفوذها أو قد تكون تحضير للخيار الأسوأ اللي هو خيار التقسيم ولو أنه أنا لست مع هذا الخيار لأسباب أمريكا تريد التقسيم وما دعمها لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي إلا هو فتيل وشرارة لإشعال مشروع التقسيم ليس فقط في سوريا وإنما في دول أخرى متعددة في المنطقة موضوع التقسيم مستبعد لأسباب أولها هي إيرات الشعب السوري على الرغم من الجرح العميق الغائر الآن الموجود في بنية ونسيج المجتمع السوري لكن المجتمع السوري بالمجمل هو يرفض فكرة التقسيم اثنين الدول أمريكا مع التقسيم لكن باعتقاد روسيا إيران تركيا الدول العربية حتى النظام والمعارضة مشتركين الآن في ضرورة عدم التقسيم لكن بشار الأسد كشخص أو إيران لو تركت لهم الخيار هم يفضلون بالنهاية أن يبقوا سيطرة على واحد كيلومتر مربع ولا يسلموا سوريا لحكم سني كما تفضل سيادة العميد نعم قبل أن أعود إلى الأستاذ أحمد الرمح أود السؤال سيادة العميد يعني أحد الأشياء التي تحدث عنها أحمد الرمح وجبت فتح الشام وجبت النصة سابقا وهي محل خلاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومؤخرا شهدنا الجولان في لقاء له على قناة الجزيرة قطرية يعني مرات قليلة جدا وربما المرة الأولى التي ذكر فيها كلمة الثورة السورية أيضا تحدث وكأنه يدعو إلى اندماج مع فصائل هل تعتقد بأنه ربما يعني يجد ملجأا أو شعر بخطورة الهدنة الروسية الأمريكية التي فشلت أخيرا وربما يتفق عليها لاحقا أولا جابة المصر أو جابة فتح الشام لا تمثل السورة السورية قولا واحدا الجيش الحر فصائل السورة المعتدلة الفصائل التي أعطت السقة وعطت التفويض للهيئة التفاوضية العليا في الرياض هي من تمثل السورة السورية لكن من حيث المنطق ومن حيث الواقع الميداني على الأرض أنا لا أستطيع أن أقول لجابة النصر التي يشكل 98% من قوامها من السوريين ولا يرتبطون بالقاعدة لا من قريب ولا من بعيد وعندما طلبهم جابة النصر فكت الارتباط فكت الارتباط ومع ذلك أنا أقول عندما يطالب الشعب السوري بفك الارتباط مع جابة النصر على المجتمع الدولي أيضا أن يقول لبشار الأسد فك الارتباط مع حزب الله الموضوع على قائمة الإرهاب ومنفجر المارينز في بيروت على المجتمع الدولي أن يقول فك الارتباط مع الحرس سوري الإيراني وفيلق القدس الموضوعين على قوام الإرهاب على المجتمع الدولي أن يقول فك الارتباط مع 23 فصيل عراقي النجباء وحركة النجباء أبو الفضل عباس لواء زين بيون الباكستاني مليشيا الجليل أيضا ووجوده في دير الزور عزن عندما يتم النظرة يعني بقصد الكلام إذا أردتم حلا متوازن فعليكم النظر للإرهاب العابر للحدود يعني كيف أنا أقول لجبية النصرة أنت إرهاب ويجب أن تقتل وهم أبناء الشعب السوري ومن يطبق هذا القانون هو شيعي بين هلالين قادم عابر الحدود يعني أكثر ما أضحك الناس عبارة كتبت على غرف التواصل الاجتماعي المجتمع الدولي يطالب بدولة علمانية وأداته بالتنفيذ فصائل شيعية ترفع يا زينب ويا حسين ويا فاطمة ويا أسماء كلتا يا علي يعني هذا الأمر هذا المنطق غير وبالتالي أمام هذا الواقع نقول من أن الشعب السوري غير قادر على الاستجابة للمطلبات الدولية اللي لم يظهر إلى الضف الأخرى وغير قادر على عملية الفصل اللي لم يكن هناك توازن في الطرح ما بين كل الأطراف على الساحة السورية نعم أود منك قبل أن أخطب معك الأستاذ أحمد الرمح تعليق على كلام سيادة العميد يعني جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام النصرة سابقان هي جزء من مكونات الشعب السوري يقول العميد الركن أحمد رحال كيف تعقب؟ الحقيقة أن تكون جزءا من الشعب السوري شيء وأن يكون مشروعها عابر للوطنية شيء آخر بالنسبة لجبهة النصرة فتح الشام حاليا القرار التخذ لم يعد هناك طائل من أي حديث اتفق الروس والأمريكان على إنهائها بل هناك دراسة صدرت منذ أيام تقول وإن أعلن عن حلها لن نقبل بذلك لأن البيعة بالنسبة للثلفية الجهادية لا تسمح بذلك ولهذا اتخذ هذا القرار وانتهى ولو لاحظنا خطابات الرؤساء والرئيس أردوغان والشيخ تمين أشاروا إلى هذه المسألة أعتقد هذه المسألة ولكن هل يمكن أن يختفوا أحيانا المنطق يقول لك بأن الجبهة إذا حلت أو إذا أحلت نفسها بالتالي سينضم كثير من مقاتليها إلى فصائل أخرى ستغضب الولايات المتحدة وروسيا على الفصائل الأخرى وكأنما الأمر التفاف فقط على مطالب الثورة السورية عبر تذرع بإرهابيين الآن هذه الذريعة موجودة كما قلنا لإدارة الأزمة والأسف هناك أطراف من المعارضة تساهم في إدارة هذه الأزمة بل حتى أن هناك كما سمعتم منذ يومين حدثا انشقاق في حركة أحرار الشام وانضمامهم إلى فتح الشام هذا يزيد الأمر تعقيدا هناك هذه المعلومات فقط للتوضيح اليوم جاءت معلومات لقناة الإيمان هذه المعلومات ليست أكيدة بالضبط هناك من يقول بأن هؤلاء العناصر الذين انشقوا من حركة أحرار الشام انضموا إلى جيش إدلب الحر الذي أعلن اليوم أتمنى أن يكون هذا الخبر صحيحا ولكن كما أسلفت بالنسبة لفتح الشام جبهة النصرة الأمر اتخذ دولية لم يعد هناك مناصم منه على القيادات العسكرية الموجودة أن تجد حل لهذا عليهم أن يدركوا أن المسألة باتت في وضع خطر إدلب مهددة جدا بهذا مناطق تواجد جبهة النصرة أو فتح الشام مهددة جدا وستبدأ جحيم عليها باتجاه الآن في المسألة الأخرى وهي الموضوع المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية لا يزال التفاهم عليها ليس ناجزا حتى يكون اتفاق بالنسبة من سيخلف داعي لقريبا انتهت أدت وظيفتها أدت دورها أتمنى أن يكون درع الفرات يستطيع ذلك مع تفاهمات ربما تكون هناك تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية رغم غضب الولايات المتحدة على السلوكات التي بدرت من قوات سوريا الديمقراطية الحقيقة الأمر أصبح خارج إطار حتى الفصائل الموجودة وضحت الصورة وضحت الصورة شكرا جزيلا لك الأستاذ الكاتب والباحث الأستاذ أحمد الرمح كنت معنا من فيينا شكرا لك على هذه المعلومات مشاهدين الكرام ابقوا معنا في فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر في مركب قوامه الحق وشراعه العلم يصل المسلم إلى الهداية وإنما لا بد من اتباع الحق واتباع الدليل واتباع الخطوات الشرعية الصحية لكي يصل إلى الحق وهذه معناها الهداية أي التوفيق إلى الحق إذا اتبع طرائقه ويبرز التكفير مرضا عضالا يفتك بجسد الأمة ما لم تعالجه العقول البصيرة يقصدون بها تكفير الحكومات تكفير الدول تكفير كل من عمل بها تكفير الجيوش في الدول الإسلامية والدول العربية تكفير من لم يكفر هذه وجوب القيام عليها بالعمل المسلح ومن مظاهر عدالة الإسلام أن تحفظ الدولة الإسلامية حقوق غير المسلمين الأحكام التي جاءت بها الشريعة وتتعلق بأهل الذمة متعددة فمنها أحكام ثابتة دائما لا ترتبط بنفس الدولة مثل رعاية الحقوق ومثل حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومثل نزاولة نشاطهم فوجدت الدولة أو لم توجد فهما معصومون دماؤهم معصومة وحقوقهم محفوظة ويسهم الفهم الصحيح في بناء الأمة وصناعة الوعي أعلنا نسهم في صناعة الوعي لمجتمعاتنا العربية والإسلامية في هذه المرحلة المفصلية برنامج صناعة الوعي مع نخبة من أهل العلم والفكر على قناة دار الإيمان يأتيكم في الأوقات التالية ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام استمر استجال الحاد ما بين موسكو وواشنطن ففي جلسة مجلس الأمن يوم أمس عضى وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من تصريحاتهما ليقول كاري إن لافروف يعيش في عالم آخر وليرود عليه لافروف بأن واشنطن لا تتعاون استمعت لنظيري من روسيا وشعرت بأننا من عالمين مختلفين حين يقول إنه لا يمكن أن يأتي أحد إلى طاولة التفاوض بشروط مسبقة بينما في كل اللقاءات الإقليمية والدولية تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وهو توافق دولي واجب وفرض على كل الأطراف وليس شرطا مسبقا أهم أولويات الاتفاقات الروسية الأمريكية فصل المعارضة عن إرهابي داعش وجبهة النصرة لضمان وقف إطلاق النار وتسوية المسائل الإنسانية ووضع حد لمحاولات الإرهابيين التهرب من العقاب تحت ذريعة التعاون مع المعارضة المعتدلة واشنطن قدمت لنا قائمة تشمل نحو 150 مجموعة كان يجب عليها الانضمام إلى الهدنة لكن أكثر من عشرين منها رفضت الالتزام بها عدنا مشاهدين الكرام وأنتقل ليك دكتور نصر كما سمعنا سجال حاد وتصعيد ما بين وزير خارجية أمريكا ونظيره الروسي هل تعتقد بأن ما يجي كله هو مجرد بروباقاندا وليست إلا سياسة لإيضاء البوصلة؟ يعني كما قلت من سياسة المشاغلة الإعلامية المشاغلة السياسية والإعلامية ليس بغاية الوصول للحل موسكو تريد أن تورط أمريكا معها في موضوع تصنيف الفصائل الإرهابية وبالتالي تدخل في استهداف مباشر معها هذا يقوي دور بشار الأسد ومكانته ويضعف مكانة قوى الثورة السورية أمريكا تريد قبل الانتخابات الوصول إلى أي شكل من تخفيف العنف حتى يعني يقنع الناخب الأمريكي وتقنع السياسيين المتذمرين من سياسة أوباما أن هناك تغيرا ما حدث فيه الملف هذه الخلافات تأتي في هذا السياق كل طرف يحاول أن يجر الطرف الآخر إلى ساحته وإلى ميدانه ولكن يبقى الخلاف الجوهري والأساسي ليس على موضوع الهدنة ولا على موضوع دخول المساعدات الإنسانية يبقى الاتفاق على غلق الملف نهائيا عبر الحل السياسي العادل الذي يحقق تطلعات الشعب السوري ويبعد بشار الأسد وأركان نظامه عن السلطة منذ بداية المرحلة الانتقالية وهذا على الأقل على مدى المنظور أعتقد أنه غير موجود نعم أنتقل إليك سيادة العميد الركن يعني يقول سلامة كيلي فيما قال له على العربي الجديد بأن كل الأزمة هي أزمة ثقة من قبل روسيا خصوصا الخوف من المؤامرة وهذا كله نتاج أزمة اقتصادية تعاني منها روسيا وبالتالي تسعى إلى حفظ مصالحها في سوريا وإلى عدم التعاون مع الأمريكان باطنيا أنا لا أعتقد أن سوريا تشكل القيمة الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لروسيا والمتاحة الأمريكية إنما سوريا تستسمر أمريكيا تستسمر روسيا علينا أن نعلم أن الاقتصاد الروسي خسر خلال العامين الأخيرين كان الاحتياطي في البنك الروسي 87 مليار جنيه سترليني أصبح الآن 27 مليار جنيه سترليني فقط لغير هذه النقطة النقطة الثانية أن الخلافات الأمريكية الروسية هي ليست في سوريا إنما تستسمر كما قلنا أحد الأوراق الضغطية لورقة السورية هناك شبه جزيرة القرم، هناك أوكراينا، هناك العقوبات دعنا نعلم أنه أثناء دخول أوباما إلى لقاء بوتين في قمة العشرين في الصين الشعبية كان قد وقع قبل يوم واحد فقط على أدخال 81 شركة روسية في العقوبات الاقتصادية ومن ضمنها أكبر شركة لبوتين وهي شركة غاذ بروم إذن الخلافات كبيرة بينهم لكن الشعب السوري هو من يدفع ثمان تلك الخلافات الشعب السوري من دمائه وبشار الأسد من يستفيد من الفوضى يعني النظام الأسد يعيش على الفوضى يعيش على عدم الاستقرار يعيش على عدم وجود حل لأنه كما تفضل الدكتور نصر أي حل سياسي سيطيح برأس بشار الأسد وبالتالي هو يعيش على تلك الفوضى يستفيد من عدم وجود اللا توازن يستفيد من الخلاف الروسي الأميركي باللاسقة الموجودة ويستفيد من إدارة أوباما المتضعضعة والتي لا تريد إيجاد حل هي تبحث عن شيء واحد فقط لذلك يبتزها الروس هي تريد أن تقدم نصر للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات هذا النصر ليس للشعب السوري إنما هو على داعش إن كان في الموصل أو مدينة الرقة لذلك تريد تهدئة الأوضاع لتأمين هذا الانتصار وخروج أوباما من البيت نعم أختم معك دكتور نصر وهو في سياق منفصل كليا يعني اليوم تم تأكيد نبأ استشهاد وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة أثر اغتياله من قبل طفل أمر 15 سنة تابع لجيش خالد بالوليد المباعي لتنظيم الدولة لو تعرفنا بهذه الشخصية رحمه الله يعني أولا أدوار قذرة تقوم بها أطراف قذرة للأسف الشديد في سوريا داعش النظام إيران روسيا حزب الاتحاد الديمقراطي البيدي والدافع الثمن الوحيد هو الشعب السوري تمكنت يد الغدر الآثمة اليوم من استشهاد نخبة ثلة من رجالات حوران صراحة تشهد لهم ساحات المظاهرات تشهد لهم ساحات العمل الميداني الخير البناء لبناء سوريا الجديد خدمة المواطن حاليا في الأراضي المحررة ويعني يحضرون لبناء سوريا المستقبل طبعا الدكتوري عقوب عمار هو ماجستير في علم النفس وكان على أعتاب الحصول على درجة الدكتوراه منعته الثورة اعتقل واعتقل من قبل النظام واعتقل من قبل تنظيمات إرهابية كذلك في المنطقة من حركة المثنة نعم اليوم استهدفته يدر الغدر الآثمة واعترف جيش خالد بن الوليد بهذه العملية واستشهد معه عدد آخر من نخبة كذلك من نخبة الرجال نعم يعني أتمنى أعزي نفسي وأعزيكم وأعزي أهلي في حوران وأعزي أهلي في سوريا بفقدان مثل هؤلاء الشباب ولكن أنا أعتقد أنهم طلبوا الشهادة بقلب صادق واستحقوا الشهادة فبالتالي هنيئا لهم هذه المرتبة العليا وأسر الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يتقبلهم وأن يحسن مأواهم فيعليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين شكرا لك إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شؤون ثورية قدمها لكم أميسير عجدين لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي في الاستوديو عضو الهيئة وعضو الاتلاف الوطني السوري المعارض الدكتور نصر الحريري وأيضا أشكر المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن أحمد رحال أشكر أيضا الكاتب والباحث الأستاذ أحمد رمح داخل معنا من فيينا دعونا قبل الختام أن نستقرأ عنوين للصحف العالمية حول الحدث الأبرز هذا الأسبوع وهو قصف قوافل المساعدات الصحفة البريطانية دعوات لتطبيق إجراءات العدالة الدولية في سوريا الصحف التايمز، الدليترغراف والجارديان أيضا الصحفة الفرنسية عنونت لبراسيون بالخط العريض سوريا بالتأكيد ماتت الهدنة الصحفة الأمريكية كررت تصريحات أساسها الأمريكيين ومن بين هذه الصحف The Wall Street Journal أما الصحفة العربية نختار منها مقال على الشرق الأوسط لصالح القلاب يقول فيه الكاتب أن الولايات المتحدة ارتكبت عدة أخطاء في سوريا تابعونا الخميس المقبل في حلقة جديدة من برنامج شؤون ثورية ومن قناة دار الإيمان لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحيئة بأمان الله اشتركوا في القناة